السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة والمغفرة لكل شهداء وعقل الشفاء لكل جرحة الفيديو مخصص لسكان ولاية الخرطوم انه ده اعلان اي زول قادر انه يحمل سلاح يجي يشيل سلاح ويخش بيته لأنه كل الولايات شايفين انه استنفرض وشاعل السلاح وامنت مناطقه وما في اي حال اللي ترجوه وتأمين مناطقكم فوه كلام جميل و اي زول قوان نتمنى انه يسمى قلام دي شير كلام لأنه كلام جد مهم كلا ارغبنا ده الفيديو اول اتم بدأت لي ناقل معه المعركة دي قايدة والي الخرطوم اللحظة الاعلن الاعلان ده بناء على سواب القانونين اعلن في القضارف اعلن في مدني اعلن في نهر النيل التعبئة العامة وحالة الطوارئ اعلن انت بس عليك تعالن العودة المواطن القادر على حمل السلاح ان يعود الى ولاية الخرطوم بس ما دار منك حاجة اعلان التعبئة العامة اعلان المقاومة الشعبية المسلحة اعلان ان المواطن القادر على حمل السلاح فليبلغ ولاية الخرطوم المنطقة حقتك جنوب الخرطوم يجيونا في المدرعات والزخيرة بكرة صاحب اندو قليكونا اللافتة ندي كل حد دي بعد بكرة الجيش يقود المسألة دي واحد اتنين القايدة العسكريين في حطاب منو الماسك حطاب اللي هو الماسك حطاب منو اول عميدة الماسك حطاب داس يروحك لشنو يا ساعتك ما تطلع تخاطب المواطنين المساكين اطلع خلي معان نازل اتصال احنا علاميا ضعاف انت قاعد تسوي في شنو حرسلنك عساكرك ما ستلك تلاتين الف عسكري حرسلنك انت والمواطنة الفي شرق النيلة اللي بتعرض للاقتصاب والتهجير والموت كل يوم والترويع وانت قاعد قافل البق اطلع تكلم معاه ماهو دا حسي بتعبر طلع يتكلم مع المواطنين ماهو دا حسي في الفاشر طلع يتكلم مع المواطنين ماهو دا الغاية بتاع الحامية الهجانة في اللي بيضة تتكلم مع المواطنين ماهو دا بتاع الدلنج يتكلم مع المواطنين انت بتاع حطاب ماهو دا تتكلم معانا ليه فيش نو مانعك فيش نو ناقصك فيش نو المشكلة وين طم من المواطن في شرق النيلة انه ما مستباح ومفكوكة الشوارع فاتحة الاجواء فاتحة الدعامة طالعين ونازلين دا واجبك انت حطاب حيفتح الباب دي ما في اثنين ثلاثة جيش حطاب دا حيطلع الشارع حيطلع الشارع وحيقاتل وحينتصر دا موضوع منتهي الحامية العسكرية بتاع تكرر منه القايد حقها ماهو لك ما بتتكلم مع المواطنين في مدرمان مواطنين في مدرمان يوميا يتعرضوا للتدوين ايه تحسن منهم ليه يعني يتعارف شغلة العسكرية وشغلة الارتكاز وشغلة السابت المواطن ما عارفوا المستشفى النو بتتعرض للاستهداف اليومي وهدي سيدنا شنو يعني انتم مدسين جوي يعني شنو دا توصلوا رسالة شكلها شنو وين القايد بتاع المهندسين شنو يعني شفناك في فيديو اتكلم مع مواطن المهندسين تتبنى الانجازات اللي بعمل العمل الخاص والقوات الخاصة بتاعة سلاح المهندسين تبنىها بشرنا اعمل فيديو وبشر المواطنين من مكتبك من الخندق خليك ماسك كلاشك خاطب المواطنين في المهندسين دا شقة بتاع ناس حية وناس ماتت وناس بالضحي البيوت اللي بيخشوا فيها عامة دي لليلة بيصوروا فيها فيديوهاتهم وقل لك دا احنا قاعدين ما لاقين التراب نربط فيه وده باني لو طابقين انت كنت قاعد وين في السودان وشغال شنو هل انت راعي هل انت قبيلة زراعية هل عندك حاكورة هل انت مستغير انت من وين في السودان عشان نتناقش في ناس يا اخواننا عندهم صروتهم الحيوانية اهم ليهم من اي شي دا بيباري البهيمة بتاعته ما بيقعد استغير في زور طبيعته كده في السودان احنا منحترمها لكن ما تيجي بعدين بعد تكتشف انك انت كنت مباري لك بقرة وجاي راجع الليلة لقيت جارك قام زرع وحصد وبعد شوية بنا لهو بيت واستغرى واسترع عربية وعمل دكان وشركة تقول لا اخنا ليه ضيعت عمر انت كنت مضيع عبرك ما احنا حنتكلم عن مشاريع اليونسيف والتوطين بتاع الرحل حنتكلم عن مشاريع اللذي عملت مدارس وبيوت ومدن وهجروها هلل عنو دارين يبارو هسي تيجي تحاسب نبي تقصيرك ورغبتك المعانل بعانيها المواطن ولا عاناها زول في الهامش هسي يجيب اي زول قرأ جامعة في السودان دا حاضر وتغرب برا ما عندك السنة الاولى دي بتتحكك كده لما الله يغفر لك بتمشي باقامة بتاع الطبيب بتلقى روحك انت شغال ما شغال اي حاجة ذاتك كل يوم والتاني في تهديد الكفيل ومعاناتك واولادك وورق وتدين وتدفع في الغرامة وتتزلة المعانا دي منو في الهامش عانى معانا زي دي ولو كنت قاعد في معسكر الليلة تعمين الشعب السوداني واولاد المختربين دي الهاجروا ماشوا فرنسا انت فرنسا دي تصالة كيف ماشوا المانيا وهولندا بيمشوها كيف بتمشي ليبيا ومن ليبيا تمشي الجزائر وتمشي افريغيا الوسطى تخش السجونة الليبية دي بتاعت العصابات يا جلو عباطمك دي شالو فينا الكلا يا سوا ومؤهلك بعشرين تلاتين الف دولار عشان في الكوك بعدين تمشي هناك تقطع المحيضة قطعت المحيضة تسعة عشر ساعات دي انت متخيلة راكب لك مركب اسفنج ولا 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 لستك منفوق هوا حاضر شايل لك شايل لك لستك بتاع ركشة لابسه في تسعة ساعات انت معرض لهجوم من سفن حربية من طيران حربي وعند دون التصريح من الاول المتحدة انه يبتلوك في البحر ده وتحتك الغرش ماشي والموطر دي فيه خمسين نفر وفيه فيه مكانة واحدة تعبيك تسعة ساعاتك تعبيك المحيط انت المحيط ده بيغواصه ما بتجار تقطعه في وضعك الطبيعي كل المعاناة دي عشان راحت ابن له او اشتري له موطر يعملوا انت تيجي الشيل وتقول ليه يا اخي ديال بيسوه منول بيسوه؟ سوهت لمنول الحكومات السودانية قدت منه يعني قدت منول الحكومات السودانية ما اي زال في السلطة بيستفيد منها حميطيدة لو ما كان تابع للسلطة وطابع للنظام هل تفتكر انه حميطيدة بيقدر اشتري جزمة؟ جزمة ساي كان بيقدر اشتريها؟ ما شوفنا صور وشوفنا حياته كان عايشة لانه والى النظام قال السينك ده حسي معاه جحفر حسن ده ما شوفت صور 2018 شايل له مخلاية جحفر حسن 19 راكب عربية الاندكروزر وقاعد في فنادخ هيلتون ما لانه والى النظام والسلطة استفاد منها الشعب في كل المراحل ما في زال شغال به جاتنا المرحلة دي حسي احنا كلام الكتير احنا ما عندنا كلام الكتير ما عندنا من هنا احنا بنطالب ولاية الخرطوم انا دائركم حسي كل الناس السكنون ولاية الخرطوم استعدوا احنا حنرجع بعد ده العودة العودة المسلحة البل من طرفها صاحبي حتيجوا ترجعوا تلقوا الوضع بيفرق تماما عن الاعلام والتصوير اللي جايكم بتلقى الحلة ممكنكم ما فيها ولا دعانه ولا بني آدم ولا شيطان الشيطان قاعد يوسف يسلمنه ما فيه الساكن فيه اصلا حتيجوا ترجعوا تلقوا الدعم السريع بيقوا في حتات مدعيشين مع المواطنين في حتات كتيرة في جنوب الخرطوم وفي الخرطوم مدعيش مع المواطن لانه عارف انه ما عنده زولتان الكلام اللي انا بقول فيه ده بستعجل الشغل فلازم احنا نتحرك تاني حاجة في المؤسسات العسكرية عندنا كتيبة اسمها كتيبة الموت وبدت تشتغل حسي في مدرمان وفي حتات كتيرة اذا كانت لسه تحت العمل الخاص لكن هي في النهاية انضموا ليهم عساكر من المؤسسات العسكرية دي في سلاح المهندسين ما كل طلعوا ديلا هم عمل خاص ديلا ضباطوا عساكر من سلاح المهندسين جيش اتقفلوا تزع شهور وطلعوا في العمل الخاص ده هس الشغل بتاعهم في اليومين ديلا احنا دارين الكتيبة دي تكبر السيدة القائد بيكون عنده كلام هم ديلا عندهم كلام ديلا بيطلعوا ما راجعين تاني المعسكر ده الميزة هس التقدم اللي بيعملوا فيه ده الغيادة العسكرية ما خطها في الخطة والناس لو ما عارفة تعرف يعني الانقسام ديوا الجيش والتمرد والمخالفات دي احنا ضده تماما لانه مجهودنا ده كله عشان نحافظ على المؤسسة العسكرية ما بندعو له لكننا احنا دارين ما المليون عسكري يتمردوا على القائد احنا دارين القائد يبقى مع المليون العسكري اسهلينا قائد المهندسين ما يكون ضد العساكر احنا دارينه يبقى معاهم احنا ممكن يطلع على المهندسين كلها ضد القايد متاجو الوحيد اح� Нي احنا دارين القاد يبقى معاهم يشيل كلها وي طلع اول زول ما عملها عنده راية مع البرهان رأيه مع الجيش رأيه السياسي ده موضوع برجع له أي مؤسسة عسكرية في السودان دار تشتغل يا عسكري دار تدافع عن عرضك دار تجاهد دار تقاتل يعني ديلك العمل الخاص طلع الكاتب بتاعك الفوق البس التشارتي بتاعنا الموحد ده حاضر البس بوتك البس البنطلون بتاعك قاشك شلك لاشك الزخيرة الفي مكسومة بره الله بتسملك بره بتلقى اربي جي دعامي بتلقى تلاتة تلاش بتلقى بندقية اماراتية المهمة دا سمولك ربنا اشيله دفاف جغو انت ماشي وانت ماشي التصوير بتاع الفيديوهات حق العمل الخاص اللي حسي بالصور ده توصلوا الرسالة للناس قاسي كتير منكم بيصوروا بيقول لك يا فلان يا بتاع ده بيتكم ده بتاع احنا يعلمك تركز الرسالة مجهودك وتعبك ده انت قبل دقيقتين كان ممكن تموت فلما انحررت البيت ده وحررت الشارع ده ابقى مجهودك ده عنده خاطب الزول ده قلت على ارض عبيتكم احنا عملنا العلينا وانتوا عملتوا العليكن يا جيش وعملتوا العليكن يا عمل خاص كل الوحدات المشتركة في العمل الخاص عملتوا العليكن البيوت دي امنوها اسيادة زي ما في الولايات التانية حسي في نهرانين طلع اسيادة ما في حاس ما المواطن ما يخش تطلع تدافعا حقك الجيش لحد هنا امن الجيش نظف الجيش مشى بالمقدرة والسلاح المتاح جدر الباقي التموينتا انتى ما حسن من المواطن في دونقلة انتى ما حسن من المواطن في عبرين انتى ما حسن من المواطن في حلفة جديدة كلهم طلعوا شالوا سلاحهم واعلنوا البيع للقوات المسلحة ودعموا لا القوات المسلحة إلى مواطن الخرطم من الو قال الخرطم ما فيها هس دعام دا من يشوفها وللجبر دا المشى الزخيرة وما جوا رادي عين جوا رادي عين بعد 3 يوم مسلحين مدربين ناس ارقويات Corporation تتكلموا انكم الجيش ما جاءكم خلي الجيش ما جاءكم ما هي يعني احنا حسي ناس بطلع بقول لي يا خس مع وين الجيشكم مالك هون تسعة شهور بتتكلموا تت الجيش ده أنا صانعوا أنا حمار ولا شم ما تحفظوا لهم قل ليه الكلام ده هدهك المستنفرين خوش معاون ديك المقاومة المسلحة المدنية خوش معاون دهك الجيش البسكاكي ما تجيني أنا ما تقول لي الجيشكم هتتتعني من الجيش يا زول لك التهية يا زرفع كلام جميل جدا التعبية العامة أو مقاومة شعبية ولاعات الخرطوم يقولنا شغطي لازم يبقى لأن كل الولايات الاستنفرت وجاهزت وإنه قدرت تأمين مناطق ولاعات الخرطوم كل الناس شرطوا بفات ولايات وبيقوا مجاهجين وإنه بيتمنى أن يرجو مناطقهم فإنه بيتمنى أن الناس ترجعوا وخونا والله إنه كلام حقيقي جدا لأنه جنجويد ديل إرفع أنه في مناطق ما عندهم ناس وفي ناس والله وفي ناس والله إلا تحكم في مناطق المناطق وما يقدرون رجعون ومستعمرون من قبل الدعم السري ويطرون فنتمنى أن الناس ترجعوا ونظروا أن الناس تتفهمهم أي زول بيت جميل وغروش أبنا عمارة زول فلولي حاجته بقوله برسبب له غنيمه بشله يعني أي شيء جميله تعملت ومعوتي تزول فلولي يعني هذا حاجة تتفهمهم ودير حاجة المشينا على ونتمنى أن الناس ترجعوا فعلا مخالفة التعليمات من قبل في وقت دبازات بأدي إلى نهاية المؤسسة الاسكرية وشغل ببقى فوضى يعني الجيش هو جيش تعليمات وفي النهاية نرجع ونقول كل مواتن من ولاية خورتوم يخونا لازم ترجع انتبازات شباب قادر تحمل سلاحك لازم ترجع وتدافع عن ولايتك لأن انتبراك وشاهدين كل ولايات لازم استنفرد وشال السلاح وأمارت مناطقها اشتركوا في القناة